السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله نتحدث الان عن مفهوم التربية الخاصة طبعا احنا اتكلمنا عن المدخل التربية الخاصة في السابق وقلنا ان المدخل من المواد المهمة جدا وان شاء الله احنا في جامعة المدخلة يعني الكتب من الكتب المؤتمدة بالنسبة للطلاب كتاب مدخل الى التربية الخاصة وتأليف يوسف الكريوتي وعب عزيز السرطاء وجميل الساوي ومن الكتب الجيدة والمؤتمدة داخل جامعة الملك خالد وان شاء الله احنا هنا اعتمد على قدر كبير من الكتاب كماده اساسية للطلاب ان شاء الله مع بعض الاضافات ان شاء الله لتساعدنا في توضيح اللي يحتاجه الطلاب ان شاء الله طيب تعريف التربية الخاصة التربية الخاصة تعريف ايه؟ التربية الخاصة نمط من الخدمات والبرامج وعايزين ناخد بالنا من كلمة ايه؟ خدمات وبرامج جميل احنا بتوع تربية خاصة ويه؟ شغلنا شغل في التربية الخاصة فهنقدم خدمات وبرامج تربوية جميل؟ ولكن بيشترك مع التربية الخاصة برضو البرامج والخدمات المهنية والاجتماعية الخاصة بزاوي الاعقاد طيب خلينا نوجع ليه؟ التعريف اللي عندنا والتربية الخاصة بانها نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديلات في المناهج والوسائل طبعا التعديلات المناهج المقدمة للعادين والوسائل اللي بتستخدم مع العادين ده احنا بنعدل فيها لتساعد وتناسم زاوي الاحتراقات الخاصة ونوجع تاني نقول زاوي الاحتراقات الخاصة مع برامج المدارس العادية ازا كانت برامج اقل من مستوى المتفركين والموهبين او اعلى من مستوى ايه? المعاقين وده نقطة مهمة جدا نركز ايه عليها وده اهم واضح عندنا طيب برامج التربية الخاصة بتقدم لمين؟ انا قلت بتقدم لموهبين والمتفركين وهو بتقدم لمين؟ للمعاقين جميل؟ طيب ليه؟ لان الموهبين والمتفركين في حاجة الى برامج خاصة بهم عشان كده بنقول تربية خاصة بالموهوبين والمتفوقين حاجاتهم أعلى من العاديين طيب المعاقين بعضوا بيحتاجوا البرامج تتناسب مع قدراتهم اللي هي ممكن تكون أقل من إيه من العاديين